السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من مرنامج مقاصر وموضوع حلقة اليوم علاقة الإسلام بالدولة وما يشع حول هذه العلاقة من أسئلة من قبيل هل ينبغي أساساً أن تكون هناك علاقة بين الإسلام والدولة؟ ما مفهوم الدولة في الإسلام وما شكلها وما طبيعتها؟ وعدد آخر من الاستفهامات وصولاً إلى التساؤلات النقدية من قبل فريق من العلمانيين الذين قالوا إن الإسلام لم يشهد الدولة بالمعنى الحقيقي والعميق لها لأن الضابط في المجتمع الإسلامي في القرون الماضية كان أخلاقياً لا قانونياً فالتشريع في الإسلام لا يعني القانون بالضرورة بحسب رأي هذا الفريق لأنه لا يوجد هناك فارق قانوني بين الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأحكام علاقة الإسلام بالدولة موضوع يتحدث عنه في حلقة اليوم الأستاذ ونيس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أستاذ ونيس بداية هل ينبغي بالضرورة أن يكون هناك علاقة بين الإسلام والدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعالآله وصحبه أجمعين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له علاقة بالدولة لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية صح التعبير التي يتتناول أفعال المكلفين هكذا يقول الأصليون الحكم الشرعي الذي يتناول أفعال المكلفين والسياسة بمعنى تدبير الشأن العام بما فيه من مؤسسات سياسية أو سلطة سياسية أو حقوق أو واجبات وغيرها من القضايا هو من أهم أفعال البشر ولا يمكن أن تكون المساحة الأوسع من نشاط البشر خارج دائرة التشريع سواء التشريع الذي يتناول هذه المسألة بالكليات وبالقيم وبالمبادئ وبالموجهات العامة أو التشريع الذي يأتي في بعض التفاصيل فيها وبالتالي علاقة الإسلام بالدولة علاقة وطيدة طبعا لكن ربما السؤال ما هي هذه الدولة التي للإسلام بها علاقة هذا هو السؤال أما الإسلام لابد أن يكون له علاقة بالدولة وهذا يعني قادنا إلى الحديث الذي كنت يعني السؤال الذي أريد أن أسألك عنه يعني مفهوم الإسلام لهذه الدولة التي ينبغي أن يرتبط بها ارتباطا كما تفضل أولا لابد أن نوضح للمشاهد الكريم أخي أن مصطلح الدولة state مصطلح الدولة هو مصطلح حديث يعني وهذا ليس بمستغرب يعني ما أقول مصطلح حديث حتى على الفكر الإسلامي يعني كلمة دولة جذرها اللغوي صحيح عرفت العرب كلمة دولة بل وردت في القرآن ولكن بالمعنى اللغوي دالة يدول إذا انتقل من حال إلى حال أو التعاقب دولة أي تعاقب كي لا يكون دولة بين الأغنية بينكم وتلك الأيام نداولها بين الناس إذن كلمة دولة وردت لغويا أما المصطلح لم يرد المصطلح مصطلح الدولة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إلا ذكر أهم جزء في الدولة ذكر هذا في القرآن وهو ولاية الأمر أو الملك الملك أو ولاية الأمر أو الإمارة أو الخلافة كما في الأحاديث النبوية هذا ورد أما مصطلح الدولة هو مصطلح تستطيع أن تقول حديث وبالتالي الإسلام لا ينظر إلى الأسماء وهذه الشكليات إلا ما ينظر إلى المعاني فمعاني الدولة متوفرة يعني ذكرت في القرآن وذكرت في التشريعات الإسلام حتى الذين عرفوا الدولة طبعا تعريفات عديدة بالمناسبة يعني تعريفات الدولة حصرها أحد البحاث وصلت إلى أكثر من 140 تعريف للدولة الدولة الحديثة وبالتالي لكن جل هذه التعريفات تدور على أركان ثلاث يقول لك مثل ما يقول ماكس ويبر وغيره إن الدولة لا يمكن أن نصف دولة بأنها ستيت دولة حتى يكون فيها ثلاث قضايا قضية الأولى ما يسمى بالأرض أو الإقليم هما يقولوا الإقليم حيز الجغرافي نعم الحيز الجغرافي وهنا فيه اختلاف عندما تقول الإقليم أم الأرض هنا خلاف بسيط أسف بين الطرح العلماني الحديث وبين الطرح الإسلامي الذي يرى أن الإقليم أوسع من الرقعة الجغرافية التي خاصة إذا قسمها سايكس بيكو أو كذا المهم ثلاث أركان الإقليم والشعب الذي يعيش في هذا الإقليم أو ما يسمى بالمواطن في الدولة الحديثة المواطنة والسلطة أو النموذج الشكل السياسي الذي ينظم العلاقة ويرسم حدود السيادة في هذه الرقعة الجغرافية عندما ترى لهذه الأركان الثلاث دون شك تستطيع أن تقول خمائر هذه الدولة أو أنويتها الأساسية موجودة في المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم هنا رقعة جغرافية معروفة وهي المدينة وضواحيها المنورة الشعب المهاجرين والأنصار بل واليهود أيضا كما بيّنت وثيقة المدينة المنورة ويهود بني عوف أمة مع المؤمنين هكذا نصت الوثيقة وهنا طبعا بيّنت والسلطة معروفة السلطة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالتالي تكونت أنوية الدولة بل بانت العديد من الملامح خاصة وثيقة المدينة بيعة العقبة الأولى والثانية المبادئ القرآنية التي تتكلم عن العدل تتكلم عن الشورى تتكلم عن الحرية تتكلم عن الأمانة تتكلم عن الطاعة هذه القضايا هذه القضايا الكلية والقضايا الجزئية ثم تكون هذه الأضلاع الثلاثة الإقليم والشعب والسلطة نستطيع أن تكونت بدايات دولة ففي فكرنا الإسلامي أو في ديننا الحنيف يوجد أصول الدولة وطبعا أنا لست مع من يتكلف ويحاول أن يلوي أعناق نصوص فيجعل من النموذج الغربي هو الأصل الذي يجب علينا أن نفتش في تراثنا حتى نستل من هذا التراث ما يوافق النموذج الغربي حتى نقول أننا متحضرين هذا من التكلف المذموم يعني لكن بالمعنى كما قلت لك الدولة عرفت في الإسلام وهي من أهم القضايا على الإطلاق ولا يمكن أن نفصل تعليم الإسلام عن مناشط الدولة في سياق الحديث عن التكلف ولو العناق النصوص لتكييفها مع الدولة في المفهوم الغربي هذا له ضروراته أستاذ ونيس التي ساقتها الدولة الحديثة والمدخلات وسنبحث هذا في وقت متقدم من هذه الحلقة لكن قبل ذلك ما طبيعة الدولة في الإسلام ما شكلها ما هيتها الدولة في الإسلام طبعا هنا لازم نشير لشيء أن برنامج الحلقة هو برنامج إن صح التعبير للمقاربة والتغليب هو برنامج فكري في الفكر الإسلامي أو في الفقه الإسلامي وبالتالي رأي العبد الضعيف هو أحد الآراء أنا شخصيا من الذين يميلون إلى أن الإسلام لم يأتي بشكل واضح للدولة ولم يأتي بحتى وصف واضح لهذه العلائق بين مفردات الدولة حتى دولة الخلافة الراشدة هي كانت نموذج وسيط ما بين يعني كان الصحابة يتلمسون نموذجا للدولة بحسب اجتهادهم عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم فراغ في قضية السلطة هذا فراغ مخيف وربما هذا الفراغ استمر معنا كما قال الشهر الثاني في الميلل والنحل كان يقول إن ما سل سيف على قاعدة دينية كما سل على الإمامة فأزمة الحضارة الإسلامية إن صح التعبير أو أزمة أمتنا الإسلامية هي أزمة سلطة سياسية يعني نحن نعاني من هذه المشكلة في الحقيقة منذ سقيفة بني ساعدة إلى اليوم ما زالت لدينا هذا الاختلال في قضية السلطة السياسية والنزاح حولها فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك نموذج واضح يعني محدد الحواف والأبعاد والأعماق في موضوع الدولة ونرى أن هذا تكلف من يحاول أن يقول أن الإسلام جاء بنظام تام للدولة في تقدير أن الإسلام جاء بمبادئ كلية وأسس الأصول أصول التي يقوم عليها الدولة لابد من حاكم لابد من سلطة لابد من شكل بين الحاكم والمحكوم وقد بيّنه الإسلام على أنه وكيل الحاكم وكيل يسعى في ذمة موكلية وكيل عن الشعب في حمايته ورعايته واستقرار الأمن وحماية البيضة كما يقال وسياسة الناس بالدين بمبادئ الكلية طبعا وتطبيق بعض القضايا الجينائية المهم حتى لا أطيل في تقديري أن الصحابة حاولوا أن يبحثوا عن نموذج للدولة وبالتالي اختلفوا في من يتولى الأمر ومعروف هذا الخلاف في بداية سيدنا بوكر الصديق استقر الأمر سيدنا بوكر الصديق بعد ذلك اختلف طريقة التنصيب أصبحت تختلف طريقة التنصيب التزكية بعد ذلك طريقة التنصيب سيدنا عثمان كانت بالستة بعد ذلك أصبحت عند أهل الحل والعقد وهكذا إلى أن جاءت الدولة الأموية وكما تعلم بدأ موضوع التوريث وأيضا أنا أتكلم بكل صراحة لست مع من يقول أن موضوع التوريث هو إخلال بالإسلام وإنه ترك للنظرية السياسية الإسلامية ولبن خلدون كلام مهم جدا أتمنى من البحاث أن يفحصوا جيدا ما قاله بن خلدون في قضية العصبة ففي تقديري ببساطة أن اللجوء إلى العصبة السياسية سواء كانت قبيلة ذات شوكة كبيرة وارتضى المسلمون بهذا النموذج هو لا يخالف الإسلام قد لا يكون هو النموذج الأمثل وبخاصة أن بدأت تعرف الحياة تطور من مجتمع بسيط ساذج إن صح التعبير مجتمع بسيط إلى مجتمع مترامي الأطراف ودولة مترامية الأطراف وبالتالي أن تجمع الناس حتى يختاروا أو كذا فعلى أي حال الإسلام أعود للنقطة الأساسية وهو أنه لا يوجد شكل واضح للدولة ولا مسمى لحاكم هذه الدولة هذا الكلام أستاذ ونيس أنت قلت بأن الإسلام لم يأتي بشكل محدد للدولة ثم أنه لم ينص على طريقة لتولي السلطة هذان المعياران إذا انطلقت منهما بناء على كلامك هذا يعني أن الدولة في الإسلام لم تحظى بهذه الأهمية الكبيرة وبالتالي هذا يتفق مع من قال من خصوم الإسلام بأن الدولة لم توجد في الإسلام يعني الدولة لم توجد في الإسلام في تقديري إذا يقصد المفهوم مفهوم الدولة طبعا حتى أسهل و أبسط للمشاهد هناك فرق بين المصطلح و بين المفهوم المفهوم دائما أوسع من المصطلح مثلا مصطلح القرآن القرآن هو كلام الله تعالى منزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذا التعريف هذا مصطلح القرآن أما مفهوم القرآن أوسع القرآن نور القرآن حياة القرآن فرقان القرآن ميزان القرآن صغها القرآن فروح تسري في هذه الأمة فالمفهوم دائما أوسع من المصطلح مفهوم الدولة لا من يقول أن المسلمون لم يعرفوا مفهوم الدولة هذا عابث ليس باحث هذا عابث لا يمكن أن لا يكون هناك تنظيم للسلطات و ناس وتتفق على سلطة معينة منذ قبل النبي صلى الله عليه وسلم عرفت الناس يعني مقاليد السياسة و مقاليد الحكم و انتقلت الحكم من العائلة إلى القبيلة من القبيلة إلى لكن ليس عيبا أن نقول أن الإسلام لم ينص على جزئيات الدولة بل أنا شخصيا أرى أن من أعظم مناقب الإسلام الحنيف أنه لم ينص على جزئيات الشأن السياسي لماذا؟ آه سؤال ممتاز لماذا؟ لأنه لو نص نصا حرفيا على تفاصيل الشأن السياسي لذيق على الناس الناس حياتهم تتبدل وتتغير والشأن السياسي شأن متحرك بل هو من أكثر القضايا حركة و من أكثر القضايا مساسا بأهواء البشر التطلع إلى المال التطلع إلى الحكم تطلع إلى السلطان النزاع على السلطة فلو نص الإسلام على هذا لذيقه واسعا ولكن الإسلام رسخ مبادي فأنت عندما ترسل مثلا ابنك في مهمة كبيرة ثم تعطيه ثلاث قضايا أساسية ثلاث خطوط حمراء أنت هنا وسعت عليه لكن عندما تزوده بألف تعليم من التعليم أنت في الحقيقة أصبح هو أمام دستور حرفي يعني يابس جامد متكلف فالإسلام لم يأتي بتفاصيل وهذا من مرونة الإسلام ومن سعة الإسلام ومن رحمة الإسلام لكن هذا أيضا يعني أن الدولة في الإسلام لم تكن غاية في ذاتها طبعا لم تكن غاية هذا باتفاق كل العلماء والمفكرين والدولة لا شك أنها وسيلة طبعا هي وسيلة صحيح أن هناك شيء من الفيتورات الإسلامي شيء من التكلف هناك من اعتبرها من العقائد طبعا هي كعني الشيعة لأن فقههم يختلف أما أهل السنة يعني هناك من اعتبر أن الإمامة من أصول الدين وكذا ولكن في الحقيقة هي وسيلة من الوسائل لكن عندما نقول وسيلة ليس ضمتهانا للوسيلة لأن هي وسيلة ولكن لا يتم الواجب إلا بها لا يتم كثير من الواجبات الواجب الحضاري لا يتم إلا بها رعاية الأفراد لا تتم إلا بها حماية الحدود لا تتم إلا بها حماية الأمن والمال وتطوير المواهب والقدرات بل حماية الدين جمع الزكوات إقامة الحدود إذن هذا ما تقوم به الدولة أو السلطة السياسية فعندما نقول أن السلطة أو الدولة وسيلة ليس ضمتهانا لهذه الوسيلة بل هي مهمة جدا وهي من الواجبات بالاتفاق يعني هي واجب فطري وضرورة بشرية لكن كما قلت لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حرم أمورا فلا تنتهكوها وكما قال إلى أن قال وسكت عن أشياء عن غير نسيان هذا الأمر المساحة المسكوت عنها متروكة لاجتهادات البشر ونعتبر أن هذا منقب في الإسلام أن يترك لك هذا الشأن السياسي مثلا هل أسميه ملك أم أسميه خليفة أم أسميه أمير أم أسميه أمين هل أسميه برلمان أسميه أهل حل وعقد علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية علاقة الزكوات الجيوش المواطنة الدستير كل هذه القضايا متروكة الحكم كما يقال نسميه ديمقراطي هذه كلها الأشكال والأليات والأنماط والوسائل واللوائح والمعايير متروكة لاجتهاد البشر بحسب حالهم وزمانهم ومكانهم هذا في إطار الشكليات أستاذ أليس لكن على سعيد المبادئ الكلية التي أرساها الإسلام فيما يتعلق بمسألة الدولة يعني في الإسلام كما يقول كثير من الفقهاء بل جل الفقهاء إن مهمة الدولة في الإسلام هي إقامة الدين هدفها إقامة الدين ومهمتها نشر الدعوة في الأفاق بينما هي في دولة الحديثة هي الحفاظ على المصالح الاقتصادية وحماية الدستور وحماية الجغرافيا وبالتالي تحقيق رفاهية المواطن ثم تختلاف في بنية الدولة بين الإسلام وبين الدولة الحديثة طبعا هذا يختلف نعم طبعا هذا يختلف بحسب النظم العام كما يقول أستاذ عماد طارق البشري في كتابه الرائع النظم العام نظرية النظم العام النظم العام أو السلطة العليا أو المرجعية العليا دعني نستخدم هذا المصطرع المرجعية العليا لهذه الأمة التي شكلت دولة من الدول مرجعيتها الإسلام يعني غير مستساغ أن تكون مرجعية الإسلام ثم لا تتأثر مناشط هذه الدولة مناشطها الاقتصادية مناشطها حتى الترفيهية الفنون مناشطها السياسية مناشطها التعليمية مناشطها الحضرية غير معقول أن لا تتأثر هذه المناشط بالمرجعية العليا لهذه الأمة وبالتالي الإسلام صبغة تسري في الدولة المسلمة أو دولة المسلمين فلا يمكن الفصل أما عندما تجد أمة من الناس لا دين لهم مثلاً ملحدين أو نصارى أو يهود أو بوذيين هذه الدولة التي يؤسسوها ستتأثر بديانتهم إذا كانوا براغماتيين كما في الحضارة الغربية اليوم هي حضارة يعني تحصر الدين في الكنيسة وتحصر وتقلص الكنيسة في يوم الأحد في دق الأجراس ودخول شكلي كلها فهي أصبحت أقرب للإلحاد والمادية والإباحية واللا أخلاقية منها للدين والأخلاق وبالتالي تتأثر السياسة مثلا لاحظ السياسة الأمريكية هي منسجمة تماماً السياسة الأمريكية هي منسجمة مع عقيدة هذه الدولة لا قيمة للأخلاق يعني اليوم شفت أنت أمريكا يعني على طول بيان في السيارة التي دهست الناس في ألمانيا وكلنا ضد هذا الدهس لأن هذا يخالف الإنسانية فضلاً عن الدين لكنها لا تتكلم عن الأطفال الذين قتلوا في حفل تخريج القرآن أيضاً إذن السياسة تتأثر بالمعتقد وتتأثر بأخلاق هذه الأمة فأمتنا في الدولة المسلمة تتأثر بأخلاق الإسلام وعقائد الإسلام وأحكام الإسلام عموماً هناك مبادئ كلية وهناك قيم سياسية أنا عندما أقول أن الإسلام لم يرسم ملامح حدية ملامح محددة للدولة وشكل الدولة جامدة هذا لا يعني أنها سائبة الدولة لا الدولة في الإسلام محكومة بمبادئ ومحكومة بقيم قيم أخلاقية كالعدل الشورى يعني هناك منظومة من القيم وأيضاً مبادئ أنا دعني أستعير كلام الدكتور محمد أبا حزون محمد نعم جبرون وله كلام قيم في هذه القضية يرى هذا الباحث أن المبادئ الكلية التي تتأسس عليها الدولة حتى توصف بأنها إسلامية أو مسلمة الدولة حتى توصف بأنها مسلمة هو يرى أن هناك ثلاث مبادئ أنا أتفق معه لحد بعيد أما باقي الأشياء لا بأس هذه منطقة مرنة لا مشاحة فيها لكن هذه المبادئ تتأسس عليها دولة وهي مبدأ البيعة أو سماه التعاقد وهذا مبدأ أساسي لا بد من تعاقد تشوف أنت جان جاك روسو الأخير وصل إلى العقد الاجتماعي هي نفسها البيعة البيعة نوع من العقد الاجتماعي أن تبايع على مبادئ كلية يتفق عليها الناس ويسلم لك بناء عليها يسلم لك طوعا السلطة لأن هناك نظرية فلسفية بأي حق مثلا أنت تحكمني يعني نحن سواء من أين استمد الحاكم هذا الحق على غيره هنا يأتي بالتراضي بالتعاقد بالبيعة مع الجدارة والكفاءة طبعا يعني هناك عدة معايير جدارة كفاءة عصبة انتخاب اختيار يعني هنا شفت الأوعية تختلف المهم في الأخير أن الناس ارتضت لهذا الإنسان في مجملهم الحكم لفترة معينة لكذا إذن المسألة الأولى التعاقد والمسألة الثانية العدل ركن من أركان أي دولة من الدول أن يكون هناك القسط أن يكون هناك العدل لا يمكن دولة ولا يمكن ملك أن يستمر إلا بقدر معين من العدل والأمر الثالث هو سماه المعروف أو المصالح أن يرى الناس في هذه الدولة تحقيقا لمصالحهم ونماء لمواهبهم ورعاية لأبنائهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وأنفسهم اللي هي المصالح أو المقاصد الكلية الخمس فهذه المبادئ جاء بها الإسلام بل أوجبها وفرضها وشرع كثير من التشريعات سواء وجوبا أو تحريما أو ندبا لرعايتها وإنشائها لكن عطفا على المبادئ الكلية للدولة التي جاءت في تقريرات الفقهاء وعطفا على ما تفضلت به أستاذ ونيس هل يعني أن هدف الدولة في الإسلام إقامة الدين ومهمتها نشر الدعوة في الآفاق هل يعني ذلك احتكارية الخطاب الإسلامي من قبل الدولة هو إذا أرى كلمة الخطاب الإسلامي دولة المسلمين لا يشترض فيها أن يحكمها الفقيه ولا يحكمها بين قوسين الإسلاميين يعني الدعاة أو كذا هذا طبعا مفهوم خاطئ ليس بالضع عن الخطابة أمد ديني الرؤية للحياة والرؤية للعلاقات والرؤية لكل شيء في هذه الحياة من منظور الدولة من منظور الإسلام ينبغي أن تقررها الدولة لا الفقهاء والعلماء والمفكرون وأهل الحل والعقل هو الدولة أصلا العلماء والمفكرون هما يأتوا على رأس الدولة ما هو ليس دائما أستاذ يعني هم رعية في الأخير هما لا تستطيع أن تسحب عنهم صفة المواطنة بل هم يعني أقدر من غيرهم لكن أصحاب القرار ليس بالضرورة أن يكونوا من العلماء هذا أتحدث عن السلطة السياسية الدولة بمعنى السلطة السياسية إذا قلنا أصحاب القرار هما الفقهاء أصبحت لمواخذة يعني إذا اشترطنا هذا في شكل الدولة منذ البداية اشترطنا قبل أن نؤسس أي دولة أن أصحاب القرار فيها هم العلماء بمعنى علماء الشريعة أو الفقهاء إذن هذه دولة دينية إذا هذه دولة دينية يعني يصبح العمائم والفقه هم الحكام فقط الإسلام لم يأتي بهذا النموذج من الدولة لا الإسلام لم يأتي بهذا النموذج ولهذا إن صح التعبير نستطيع أن نقول دولة الإسلام دولة مدنية المهم أن يكون الحاكم لديه كفاءة أن يحمي هذه المبادئ الكلية آسف أنا يعني أنا أعرف أنك تعاني معكم برضو أعتذر المشاهد الكريم فالمهم كما قلت لك أن يكون لديه كفاءة طبعا أن يكون مسلم في بعض الإخوة جزام الله الخير يعني يؤجروا على اجتهادهم من يرى خلاف هذا لكن نرى أن يشترط فيها أن يكون مسلم عقيدة الإسلام ويجعل الله للكافرين على المؤمن سبيلا لا يعقل أن يكون رأس هرم الدولة كافر يعني مضاد لله ورسوله ومحارب لله ورسوله ثم يصبح على رأس أمة مسلمة فأن يكون مسلم أن يرعى القضايا الكلية أن يعمل الشورى على قل ولو معلمة ولو أخذنا بأن الشورى معلمة ليست ملزمة أن يحفظ الحريات العامة أن يقيم العدل والقسط أن يحافظ على المال العام هذه الشروط الأساسية ثم هو وكيل بعد ذلك عن الشعب لا يشترط فيها العلم والاجتهاد وهذه القضايا الحقيقة التي أثارها الفقهاء ولا أرى فيها مرجع أو دليل صامد عندما نتحدث عن العلاقة بين الإسلام والدولة أستاذ ونيس دائما الدولة هي الدولة الحديثة التي دخلت عليها التقريرات ومبادئ أساسية وأهمها مبدأ السيادة ثم تم يقول بأن هناك علاقة تصادمية بين الدولة الحديثة التي تتمتع بالسيادة المطلقة وبين مفهوم الحاكمية في الإسلام لكن بعد الفاصل حان وقت الفاصل نستنف الحوار بعد ثوان معدودات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاعرين الكرام في حالة مقدورة التوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الدولة الدولة تحتكر كل شيء تحتكر الصواب وتحتكر الحق وصاحبة العنف المشروع إلى آخرين هذه السيادة المطلقة للدولة على الرعاية تتعارض مع حاكمية الإسلام الذي جاء مهيمنا على كل شيء كيف يمكن التوفيق ما بين الدولة في الإسلام التي تقول بحاكمية الإسلام وما بين الدولة الحاديثة التي تقول بحاكمية الدولة التي هي من صنع البشر في نهاية الأمر أنا أشير لأمرين قبل الجواب أولا أذكر بالمسألة الأولى وهي أن نحن كمسلمين يجب أن يكون لا نقع في فخ الهزيمة نفسية بأننا لابد أن نقارب ونعتبر ما وصل إليه علماء عصر التنوير هو الأساس الذي نلوي إليه عناق النصوص حتى نصبح أمام الناس متحذرين وبشر لسنا ملزمين بهذا وإن كان أمتنا في في آخر قافلة الحضارة الأسف في هذه الفترة الأمر الثاني أولا حتى نفصل بين هذه الأمرين لابد أن نعمل مقاربة فقهاء أو مفكري عصر التنوير عندما جاءوا بمصطلح السيادة هم انطلقوا من النموذج الثالث من نماذج الدولة الدولة مرت به تقريبا أو المطروح كان ثلاث نماذج نموذج الدولة نصح التعبير الدولة الفرعونية التي تؤله يعني الحاكم هو نفسه إما إله أو ابن إله يعني كدولة فرعون ما علمت لكم من إله غيري وما أريكم إلا ما أرى فهذا الدولة الحاكم فيها يعني هو الإله والمقاربة النموذج الثاني هو النموذج أن البابوات أو الأحبار هم الذين ينصبون القيصر ينصبوه فهو استمد السلطة شفت هنا أهمية موضوع السلطة من أين تستمد فاستمد السلطة من البابوات وبالتالي يصبح هم المتحكمون في هذه المسألة وهذه كما يقال بالضبط حكم ثيوقراطي النموذج الثالثة أو المقاربة الثالثة الذي وصلت إليها وصلت إليها الحضارة الغربية ونحن غير ملزمون بهم هو الفصل التام ما بين الدين وما بين الدولة كلها كل السياسة والدولة الفصل التام عندما جاءت فقهاء عصر التنوير جاءوا لهذا المصطلح مصطلح السيادة هو تعريفه السيادة هي ماذا هي سلطة قانونية تتيح للشعب للمواطن يعني الذي في داخل هذا الحيث الجغرافي تتيح له أن يسن أي يضع من القوانين واللوائح ما يراه مناسبا دون أي ضغط داخلي أو خارجي أي أن الشعب يضع من القوانين التي تحكمه ما يراه هو الشعب مناسبا دون ضغط خارجي إذا كان ضغط خارجي معنا هذا طعم في السيادة سيادة هشة وإذا ضغط داخلي هذا إكراه وبطل يكون فيه حرية فأطلقت لغالبية الشعب أن يرى أي شيء لا يوجد مرجعية عليا بالنسبة لنا نحن نؤمن بالسيادة نقول بأن للشعب أن يختار في منطقة المباح وهي المنطقة الأوسع في التشريع السياسي بالمناسبة التشريع السياسي النصوص فيه قليلة كلها مبادئ وكليات فهنا الشعب دون تدخل من المخابرات الأجنبية أو عمالة أجنبية دون ضغط أو شراء ذمم خارجي أو إكراه الشعب حر في الدولة المسلمة أن يضع ما يراه مناسبا شريطة شرط واحد فقط أن لا يتصادم مع المرجعية العليا وهي محكمات القرآن الكريم وأنا هنا أركز ليس في منطقة الاجتهاد هناك منطقة واسعة أيضا حتى في بعض النصوص هناك منطقة لكن محكمات القرآن الكريم تجعل من الدولة في النهاية دولة دينية لا لا تجعل منها دولة دينية بالمفهوم وكلمة شوف هنا مصطلح الدولة الدينية هو الذي يستمد فيها الحاكم سلطته من الدين يعني كأنه هو ظل الله عز وجل في الأرض أو الفقهاء والعلماء الدين المتخصصين هم الذين يضعون العالم أما أن يكون الحاكم هو انعكاس أو السلطة السياسية هي انعكاس لعقيدة الشعب هذا انسجام تام ولا تسمى عقيدة دينية يعني هذا لا يسمى دولة دينية هنا تصبح المرجعية العليا في الدولة للإسلام يعني هذا هو الفرق بين السيادة وبين الحاكمية نعم في سياق العلاقة دائما بين الإسلام وبين الدولة أستاذ نيس يعني في الإسلام الدولة لا تكون شرعية إذا السلطة انتخبت فيها انتخابا حرا ونزيها ولا تكون شرعية إذا كانت عضوا في الأمم المتحدة لا تكون الدولة أو السلطة شرعية إلا إذا حكمت بأمر الله وطبقت الشريعة فأولا يعني أنا والله مهم جدا من باب الطرائف أرجع للنقطة الأولى وأسأل المشاهد الكريم وأسأل أي حد أسأل حتى اليهود والنصارى ما هي المشكلة لو وصفت دولة بأنها دينية كلمة دينية هذه يا النسبة إلى الدين نعم يعني لازم أن نبين دولة دينية بمعنى الثقراطي ونحن ضدها تماما وهذا وضحنا أما الدولة التي تنتسب للدين أنا أعتقد أن الإنسان يزداد سموا إذا انتسب لدين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما الحرج أن أكون أنا في الأخير مرجعيتي هي الدين هي دين الإسلام ما هو الحرج أنا أستغرب من كثير من الهوات أنا سأجيبك لا الحرج الحقيقة هو برمجة برمجة علمانية اليوم اليهود يحكمون بنجمة داود والهيكل وكذا النصارى بوش عندما ذهب إلى العراق قال يعني حرب صليبية يفخرون ويرسمون الصليب في كل شأن واحي وكذا ويتغنون بهذه المسألة أما نحن نحن نستحي من كل شيء يعني فيه نسبة إلى الدين لكن ثم تتعارض معذرة يعني أستاذ المسألة المقاطعة ثم تتعارض قد يبدو في ذهن المواطنين في الدولة المسلمة هل أموت في حالة الحرب وفي حالة الصراع هل أموت في سبيل الوطن كما هو في الدولة الحديثة أم أموت في سبيل الدين لأنك من قاتل ومات لتكون كلمة الله هي العلية فهو في سبيل الله شوف هذا تماهي كبير لا تسعه حلقات أولا من قال أن من مات في سبيل الوطن هو ليس في سبيل الله هو النص النبوي نفسه قال من مات دون ماله فهو شهيد حتى مش يعني وضع شهيد يعني طبعا مقام الشهادة أو أجر الشهادة دون ماله ودون عرضه وما الوطن إن لم يكن هو المال وهو العرض وهو التراب وهو مراتع الصبا وهو ميراث يعني الذي سنورثه للأحفاد والأولاد فالقضية فيها شيء من التشابك الإسلام لا ينظر إلى الوطن بأنه شيء تافه أو شيء وثن من الأوتان أو أنه الشرك يعني علينا أن نحدد هذه المفاهيم الحقيقة هناك لوثة جاءتنا من موضوع توسيع الحقيقة وتعميق مفهوم الحاكمية العلم شرك الوطن شرك أنا أقول وطني أفديه بدمي هذا شرك وهذا كفر الذي أفديه بدمي هذا الحقيقة أنا أعتبر نوع من الخلط والوسوسة والأضغاث التي تداخلت الأمور ليست بهذه الحدية وهذه النواية حتى الشهيد الذي يقول أنا في سبيل الله ويرفع راية لا إلى الله محمد رسول الله الله أعلم بنيته يعني رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته فهذه قضايا لكن الرأية مرفوعة في نهاية يقاتل الرأية مرفوعة ربيحة ومحددة والإنسان لا أعتقد أن الإنسان المسلم نتتبع نوايا حتى نكتشف المسلم إذا مات دفاعا عن وطني فهو يموت دفاعا عن وطن فيه المآذن ترفع وفيه المصاحف تطبع وفيه الصلوات تقام وفيه الصوم وفيه الزكاة يعني يجب أن لا تكون عندنا هذه الحساسية التي جاءت الحقيقة نتيجة نوع من الغلوه في الخطاب الإسلامي نعم ودائما الحديث في سياق تظهير العلاقة طبيعة وكون هذه العلاقة بين الدولة وبين الإسلام أستاذ ونيس اليوم لا توجد دولة مصمتة بمعنى دولة موحدة عقائديا هناك دولة الأقليات في كل الدول هناك نسيج معقد من الأقليات العرقية والمذهبية والدينية والطائفية في هذا السياق كيف يمكن تحقيق مهمة الدولة وهدفها في الإسلام وهي إقامة الدين ونشر الدعوة وبين إرادة الأقليات المشكلة لهذه الدولة والتي لا ترغب بأن يكون لهذه الدولة مرجعية دينية ثمت هنا سبان أنا شايف أن الأمر طبعا نحن منذ سقوط الدولة العثمانية هي كانت أصلا ينخرها يعني مثل عصى سيدنا سليمان يعني كانت ينخرها الضعف كانت يعني كما توصف الرجل المريض لكن نتيجة أن المسلمين فقدوا الكيان السياسي مبكرا منذ فترة لم يكن لديهم نموذج يقدموه في السياسة وكذا فبالتالي أنا أقول شيء ببساطة الدولة المسلمة لا تضجر من الأقليات نضحها بين قوسين بل الدولة المسلمة لا تضجر من المعتقدات والديانات ودولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة صحيح لتسميتها دولة بالمصطلح الحديث كان فيها كما قلت لك كان فيها اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم وصف اليهود بأنهم أمة مع المؤمنين ما معنى أمة مع المؤمنين؟ المعروف أن الأمة يجمعها معتقد هنا أمة المواطنة أمة الإقليم لما يقول لك يهود أمة مع المؤمنين لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات إلا في بعض القضايا كالجهاد والقتال وكذا فإذن الإسلام لا يضيق صدرا بالأقليات ولو كانت نصرانية أو يهودية أو قضية في قضية وثيقة المدينة أو عهد المدينة أو دستور المدينة على اختلاف التسميات النبي صلى الله عليه وسلم وضع مفاصلات حدية عندما قال لا يقتل المسلمون بكافر كان هناك الأمر واضحا ومحددا كان هناك مفاصلة حدية كانت أمة المؤمنين أمة محددة الملامح والسمات طبعا لا بد أن تكون محددة لا يمكن القياس على ذلك الدستور في ظل الحديث يعني من دون تغيير حقيقي في جوهر الدولة الناس إذا تشاوروا ووضعوا دستورا ينظم العلائق ما بين المسلم وأخيه يعني أخيه في الإنسانية أو أخيه في الوطن ما بين المسلم وما بين اليهودي أو النصراني أو اللاديني أو العلماني أو كذا في دولة غالبيتها مسلمة وارتضت المرجعية العليا هي الإسلام كل ما نظمه المسلمون هذا ملزم لهم والإسلام لم حتى هذه الأحاديث المرجعية الإسلامية للدولة ينبغي أن تكون رهنا بإرادة الشعب وبرغبته طبعا طبعا يعني شوف هذا كلام جديد ما البديل أنا عارف أن كلام قد يشكل على بعض الناس شوف لو نأخذ لا أريد أن نسمي أي دولة من الدول نظر الحساسيات لو دولة من الدول العربية ارتضى شعبها أن لا يطبق الشريعة الإسلامية الشعب قال لا أريد الشريعة الإسلامية ما المطلوب مننا نحن كدعاة أو فقهاء أو منظرين أو سميها ما شيء ما المطلوب مننا نكرهم إذن ننتقل من مربع النقاش السياسي إلى مربع النقاش الدعوي إذن الشعب هذا يحتاج إلى دعوة منذ البداية من دون إقرار من دون إقرار لا نستطيع أن نكره الناس إذا الناس قالوا لا نريد الإسلام هل نقطع رؤوس هذا الشعب؟ ليس هذا عفوا أستاذ رئيس باب المناقشة آه نعم أنا أيضا نحاول أن نثير هذه الأسئلة نعم ليس مطلوبا من الدعاة قد يقول طبعا أن أنقر رأي المخالفين ليس مطلوبا من الدعاة أن يقروا حقيقة عدم تطبيق الإسلام إلا من خلال إرادة الشعب إنما المطلوب دعوة الشعب إلى الاقتناع بضرورة تطبيق الإسلام فهذا الكلام يعني عندما نقول بأن الإسلام لا يكون مرجعية للدولة إلا رهنا بإرادة الشعب ربما يستشكل هذا على كثير من الناس وربما يجدب الغضب لبعد لا لا هو ليس غضب هو هذا واقع السياسة هي تدبير الشأن العام فإذا كانت العامة الذين أنت معهم لا يريدون الإسلام معناها أنت كداعية إما تعيش خارج الزمن وخارج الجغرافيا وخارج التاريخ تعيش مع شعب تكتشف فجأة بأنه غير مسلم ولا يريد الإسلام أو أنت تريد أن تذهب إلى الإكراه الحقيقة هذا يدل على فشل الدعاة إذا اكتشف الداعية فجأة أن الشعب من حوله لا يريد الإسلام عليها أن يستيقظ ويعود إلى نقطة البداية ويدعو الناس ويعرفهم بهذا الدين الذي كرهوه ولا يريدوا تحكيمه إذن قطعا الإسلام أعظم وأسمى من أن نجعله رهنا للناس نحن لا نعرف صلاحية الإسلام للحكم بإجماع الناس لو أجمعت كل البشرية على أن الإسلام هذا البشرية التي أخطأت والله عز وجل صدق والله يقول الحق وأهدي السبيل لا يمكن هذه حقيدة عندنا لكن عند التطبيق أنت تعيش في جغرافيا معينة وتعيش مع بشر لا يريدون الإسلام أنت إذا كنت تظن أنه مسلمين ومشيت لقضية السياسة وبدأت تنظر إذا أنت تعيش خارج الزمن وخارج التاريخ وتستحق هذه المفاجأة عليك أن تعود أستاذ ونيس أنت أدخلتنا إلى قضية مهمة وهي قضية التشريع من الذي يشرع في الدولة المسلمة هل هو تشريع من الله في القرآن والسنة كما هو مدون في القرآن والسنة أم التشريع من عند الناس عبر البرلمانات مثلا الاثنين يعني المجال السياسي عندما يأتي التشريع في قضية مثلا على سبيل مثلا الربا دون الإشكاليات التدرج يعني أنا أتكلم لا أتكلم أن من غدا يجب أن البنوك مثلا تصبح بعض الفقهاء يقول لا خلاص بمن الشعب كذر تضم من غدا نتوقف أنا أتكلم من حيث يسيد الخمر الخنزير مثلا هذه لا يوجد فيها إكرهات هذه قضايا منصوصة في الشرع أما في قضايا التدابير الأخرى في منطقة المرونة منطقة الفراغ التشريعين صح التعبير هذه الاجتهادات الناس إذا الاثنين مثل ماذا هناك جزء في أي قضية من القضايا قيادة السيارات على سبيل المثال يعني قضايا السيارات هذه جخلونا الأخوة في السعودية لا لا بعيدا عن السعودية يعني في قضايا مثلا التعليم قضايا الاقتصاد قضايا النظم قضايا اللوائح قضايا الفنون الرياضة قضايا الأسرة قضايا الزواج قضايا الطلاق في المناطق التي يعني فيها إمكانية منطقة المباح أو منطقة المندوب في الشريع ما هو هذا موضوع جميل ويحتاج تفصيل الأحكام الشرعية خمسة منها الواجب والواجب أن إذا كان فيه نص لا يمكن أن نأتي أنا كمسلم وقل لا يلا نناقش موضوع الخمر نرى هالمصلحة من إباحة لأن فيه نص هنا يعني لا اجتهاد مع النص إذا كان نصا صريحا انتهى لكن إذا كان منطقة مندوبة أو منطقة مباحة هنا يمكن للحاكم أن يشرع أو يجتهد سيدنا عمر بن الخطاب جاء لي نص ما القاعدة التي ينطلق في التشريع منها؟ يعني الفاروق عمر ابن المدرسة النبوية الفاروق رضي الله عنه جاء لي مسألة مؤلفة قلوبه وهو نص قرآني وأوقف العمل به الصحابة جاءوا في عام الرمادة قطع اليد عندما شافوا هذه الإكرهات وهذه الإشكالات أوقفوا حد السرقة قد يكون عام الرمادة هذا حقبة نسميها حقبة الرمادة وليس عام واحد قد تكون أعوام إذن يمكن للفقه هنا أن يشتهدوا في هذه المناطق وهذا قام به سيدنا عثمان وقام به سيدنا عمر وقام به سيدنا أبو بكر صديق الابتهاد غير التشريع هنا تشريعات سياسية بالمصطلح المعاصر هذه تشريعات سياسية لما تأتي للحكم الجنائي لسارق وتوقف الحد هنا أنت دخلت كأنك دخلت للبرلمان وسنيت قانون طارئ من الطوارئ أن تستثني هذا الحكم الجنائي إلى حين نتيجة إكرهات تتعلق بالاقتصاد هذه التشريعات السياسية كان عمر بن الخطاب وباقي الصحابة ينطلقون فيها من القرآن وليس تشريعات من البرلمان بمعزل عن القرآن معلش بالمنطق الآن بسياق الحديث الجلسة اليوم القرآن نص على المؤلف قلوبهم والقرآن نص والسارق والسارقة فاقطع ويت متى ما تحقق وصف السرقة واجب قطع اليد ولماذا جاء الاستثناء جاء اجتهادا جاء اجتهادا من سيدنا عمر لأنه رأى أن هناك تعليل في أنه لم تتوفر طبعا لابد هنا نقف مسألة أن الصحابة وهذا فقه السياسي عظيم وسعوا نظرية الدرء هذه نظرية سياسية لم تحظى بعناية في الفقه السياسي الإسلامي درء المفاسد نظرية لا ليس درء المفاسد نظرية الدرء أي درء الحدود بالشبهات فوسعوا مفهوم الشبهة نعم وسعوا مفهوم الشبهة لأنه كما يقول من العشور الشارع الحكيم لا يتشوف لإقامة الحدود ليس كما يعرف الشباب يظن أنهم لو قطعوا الأيدي والرؤوس طبقوا شرع الله عز وجل بينما الصحابة لم يفهموا هذا الفهم الضيق رأوا العكس إنما كلما ابتعدوا ودرأوا الحدود بشبهات حققوا مقاصد التشريع تعم لكن معذرة لو قطعتك يعني بقي لي دقيقة وربما لا يكفي لكن لو اختزلنا الإجابة أستاذ نيس ربما سكتت الشريعة عن طريقة اختيار الحاكم وآلية بناء السلطة لكن ماذا عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في نصوص الشريعة هل وضعت حدودا وضوابط عامة الشريعة لم تسكت تماما في علاقة في اختيار الحاكم لا الشريعة قرت أمر وأمرهم شورى بينهم أمرهم أي أمر يجمع فريق أمر يجمع الزوج والزوجة شورى أمر يجمع نقابة إعلاميين شورى أمر يجمع والعلاقة العلاقة هي علاقة التنصيب علاقة شورى علاقة استنباط إرادة الشعب أن تكون إرادة الشعب فيها رضا العلاقة هي علاقة وكالة أنا ارتضيتك أن تحكم باسمي باسم هذا الشعب في حدود معتقداتي والمبادئ الكلية التي ارتضيناها ما سمى جاك العقد الاجتماعي وغيرها إذن هذه العلاقة علاقة رضا بالحاكم سواء أن جاء عن طريق عصبة سواء أن جاء المهم هناك رضا ليس إكراه ليس قطع رؤوس مثل ما يفعل الآن رضا بحكم الشخص نفسه بحكم الشخص وأنه أهل وعنده الكفاءة بشكل عام يعني والأمر الآخر أنه أجير كما قال سيدنا معاوية أنه أجير أو وكيل عن الشعب في رعاية الدين وسياسة الدنيا به بشكل عام سياسة يعني ليس معناها هو الموضوع عموما أنت تعرف أن نحن دخلنا في غابة لأن أضعف حلقة من حلقات الفقه في الإسلام هو الفقه السياسي أضعف حلقة على الإطلاق نحن عندنا ضمور شديد في الفقه السياسي ضمور شديد وبالتالي الحديث فيه حديث يعني رئيس المركز المغاربي للدراسات شكر الله لكم طيبا متعبعتكم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر